موسيقى جولة جديدة من محادثات السلام حول اليمن في جينيف الأسبوع المقبل برعاية الأمم المتحدة جولة تشهد مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتصارعة للمرة الأولى أنباء عن تنازلات متبادلة من قبل الأطراف اليمنية أشاعت جوا من التفاؤل حول قرب التوصل إلى نهاية للحرب الدائرة في اليمن منذ نحو تسعة أشهر مرحبا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي أرحب بكم أنا لاني عطار وكذلك أرحب بضيوفي من صنعابي توفيق الحمر وعضو اللجنة الثورية العليا لحركة أنصار الله الحثية ومن المؤمنين ينضم إلينا في هذا الحوار من القاهرة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة اليمنية كذلك أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور محمد جميح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني ولكن مشاهدينا ومستمعينا قبل أن نبدأ هذا الحوار نتابع معا مقتطفات من تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والتي أعلن فيها الخطوط العريضة لمباحثات جنيف 2 بشأن اليمن ظللت أحث الأطراف بشدة للعمل على بناء الثقة بما في ذلك وقف إطلاق النار وإطلاق صراح السجناء وتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية التي من شأنها أن تشكل خطوات إيجابية في الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل المسار إلى تسوية سلمية للأزمة في اليمن تحقيق السلام يتطلب شجاعة كبيرة وتضحيات ذاتية وصلابة إن القتل الشنيع لمحافظ عدن الذي يدينه بشدة يعد مثلا مؤلما للمخاطر التي يواجهها اليمن إذا لم نتوجه فورا إلى طاولة المفاوضات أدعو الأطراف للالتزام بوقف إطلاق النار بدءا من الخامس عشر من ديسمبر لخلق بيئة مواتية لمحادثات سلام وإنقاذ الأرواح وأعطاء أمل لليمنيين نحن نطلب من الأطراف الالتزام بوقف لإطلاق النار دون حد زمني لأن ذلك يعني لنا بداية ما نسميه سلاما طويل الأمد ودائما مشاهدين أيضا دعونا نستعرض جانبا من الأسباب التي دفعت الأطراف المتصارعة في اليمن إلى تغيير مواقفها وتقديم تنازلات بحسب بعض المحللات والسياسيين ولكن قبل أن ندب لهذه النقاط نبدأ بالحوار ومعنا هنا الأستاذ محمد جميح الذي قدمناه في بداية هذه الحق أستاذ جميح هناك نغمة مختلفة نسمعها اليوم من الأطراف اليمنية المتصارعة حول أنها متفائلة ربما بأن يحدث انفراج ما في اللقاء المرتقب في جينيف 2 مع أي فريق أنت هل تميل إلى لغمة التفاول أم ترى بأن الأمور قد لا تسر بأي اتجاه قد يؤدي لتغيير حقيقي في الأزمة اليمنية أنا من خلال تواصلي مع كثير من الأطراف المختلفة بحكم عملي ومن خلال قراءتي للمشهد الميداني والمشهد السياسي في اليمن قد لا أكون متفائلا بشكل كبير في نتائج المؤتمر القادم في جينيف الإشكال أن هناك اتفاق على اللقاء هناك اتفاق على ضرورة اللقاء من قبل الأطراف المختلفة لكن الخلاف هنا في أهداف كل طرف من الأطراف من هذا اللقاء ماذا يريدون كل طرف الإرادات مختلفة الحوثيون على سبيل المثال يريدون وقفا لإطلاق النار لسداد الأنفاس لإعادة ترتيب الصفوف لبحث قضاياهم على مستوى دولي تحت إطار الأمم المتحدة لالتحام مباشرة بالإعلام العالمي بهيئات سياسية ودبلوماسية دولية الحكومة الشرعية كذلك تريد أن تقول للعالم بأنه وها نحن ذهبنا إلى مفاوضات مع الحوثيين لكنها لا تجديها نحن أهتحنا الفرصة للسلام وأيضا إن صاعت لضغوط دولية لا شك أنها مورست عليها من أجل الذهاب إلى جنيف لكن في المحصلة النهائية في تصوري إذا كانت الأطراف المختلفة في اليمن لا تعمل لمصالحها الحزبية وتوجهاتها السياسية ستنجح المفاوضات أما إذا كانت تعمل لهذه المصالح فلا شك أن المصالح متضاربة هناك على الرغم من وضوح الحل السياسي في اليمن وهناك خريطة طريق واضحة في اليمن مبنية على أسس وطنية ممثلة بالحوار الوطني ومخرجاته ومبنية على أسس عربية ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبنية على أسس دولية متأطرة بالقرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن وآخرها القرار 22-16 هذا الحل الواضح المعالم ما كان ينبغي له إلا إرادة سياسية لتنفيذه وليس إلى مفاوضات ماراثونية مطولة والجنيف واحد والجنيف اثنين دعنا نفسهم ربما رأيي السيدة ميسا التي انضمت إلينا الآن سيدة ميسا هل تريني اليوم الإرادة السياسية باتت موجودة بالنسبة لأطراف المتصارعة في اليمن بالوصول إلى ما يشبه التسوية السياسية وربما يفضي إلى سلام دائم في الحرب نفسها وصلت لطريق مسدود هذا شيء أكيد لكن هل في إرادة سياسية للتوصل للتسوية هذا مش أكيد لكن حتى الآن الحرب واضح من عدة شهور من بعد ما الجنوب أخذتها قوات التحالف أو أنسحب مننا الحوثيين من بعدها ما حصلش أي تقدم في الجبهة سواء من ناحية التحالف أو من ناحية الحوثيين فبالتالي الآن نحن نتكلم من شهر سبعة من أواخر شهر سبعة حتى الآن أن نحن نتكلم على حرب بلا أفق عسكري بلا استراتيجية عسكري واضحة لكن هل في إرادة سياسية للتسوية للوصول للتسوية هذه مسألة ثانية طيب ينضم إلينا سيدة ميسا ينضم إلينا الآن الأستاذ توفيق الحمري عضو اللجنة الثورية العليا لحركة انصار الله الحوثية أستاذ توفيق إذا كنت فاتك جزء بسيط من الحوار ضيفايا هنا سيد جميح وسيدة ميسا يقولان بأن الحرب توقفت عمليا على الأرض كون الحوثيون أنهكوا عسكريا بالإضافة للتحالف رايلويد أن يستمر في هذه الحرب وبالتالي السؤال المطروح أن هناك إرادة سياسية لأن تتغير المواقف على طاولة جينيب 2 طبعا لابد من التوضيح بأن هناك ربما توصيف خاطئ فيما يتعلق بأن حدوث جمود للمعارك أو حدوث جمود للمواقهات أو عدم تحقق تقدم أعتقد أنه ضيفكم جميح من هذه القناة هو أمامي وفي هذا البرنامج قبل أكثر من شهر كان يتحدث عن أن هناك أيام أو ساعات وتفصلهم عن معركة صنعاء وأن سوف يتم إعادتنا إلى صعدة ومن هذا القبيل ومن هذا الحديث الذي وصفناه في يومه وفي تلك اللحظة بأنه عبارة عن هرتقات إعلامية بينما في الواقع هناك صمود شعبي وطني للجيش واللجانة الشعبية بالاتفاف أيضا حول المواطنين حول هذا الصمود في أكثر من مكان وفي أكثر من جبهة هناك تقدم للجيش واللجانة الشعبية بماذا يذهب الحوثيون إلى جينيب 2 هذه المرة هل هناك تنازلات قدمت من أجل الجلوس على طاولة مفاوضات وبالتالي التقدم نحو ما يشبه الحل السياسي في اليمن ليس بالضرورة تقديم تنازلات بقدر ما هو الأفضل أو الصحيح أن يتم تقديم الحل الصحيح بمعنى أن هناك نية جادة من قبلنا وهي أعلى الدوام ومستمرة من خلال عندما يطرح أي أمر على الطاولة ونحن جادون أيضا في حواراتنا السابقة وأيضا في توجهنا لجينيف رقم 2 هذا الأمر يأتي من خلال أننا عندما نلتزم أو عندما نتفق على شيء معين على الطاولة نكون أصحاب قرار في مسألة تنفيذه ونكون قادرين أو لدينا القدرة ولدينا المصداقية في إمكانية التنفيذ أما عندما نتحدث بمن يصفون أنفسهم بأنهم الشرعية أو من سيئتي أنا أتساءل هنا هل لديهم إمكانية تنفيذ القرار أو تنفيذ ما سينجم عنه جينيف هنا الأهم وهنا هذه الحقيقة التي يجب الناس أن يتساءلوا عنها في مثل هذه المرحلة في إطار التأهب للذهاب إلى جينيف هناك عفار عاد إلى عدن ولا يستطيع أن يأمر حتى فرد من أفراد الغزاة هناك تكالب لعناصر تنظيم القاعدة وتمكين لهم في مدينة عدن التي يتواجد فيها هادي على ما القاعدة يرفع في إطار الكيلو متر المربع الذي يتواجد فيها هادي من هنا أذهب إلى سيد جميع سيد جميع ربما الإرادة السياسية أو القرار النهائي سيتوفيق معذرة أن تقل هنا بالحوار إلى ضيفي في الستوديو الإرادة السياسية والقرار النهائي إذا ما تخذ القرار في مفاوضة جنب الثاني فأن الحوثيين قادرين على تنفيذه ولكن بالنسبة للمعسكر الآخر هل الأمر فقط مرتبط بالإرادة السياسية اليمنية بمعنى عبد ربو مصور هادي أم أنه يعود إلى المرجعية السياسية له أول التي تدعمه وهو التحالف وهنا نتحدث عن السعودية أنا أعتقد أولا أنا لم ألتقي بالأخت وفيق من شهور ولم أقول أن معركة الصناعة على ساعات لا ألم أقول ذلك لكن في إطار السياق أنا أعتقد أن الجانب الميداني في واد أحيانا والجانب السياسي في واد آخر التحالف والشرعية لا شك أنهم منسقون فيما بينهم حتى في الذهاب إلى جينيف هناك تنسيق ليس من قبل إداعة الأسرار بأنه إذا ما توصلت القيادة الشرعية إلى قرار معين بناء على توافقات جينيف فإن سيكون هناك نوع من التنسيق مع قوات التحالف التي لابد أنها أيضا ستكون بشكل أو بآخر حاضرة في جينيف على شكل الاستشارات الدولية وما إلى ذلك الإشكال هنا أن في تصوري الذي عانينا منه خلال سنوات ليس في الجانب الآخر في تصوري وإن كان في إشكاليات كثيرة لكن في الجانب الحوتي فيما يخص الالتزام بالاتفاقيات على سبيل المثال هم يرفضون المبادرة الخليجية من أساسها وهناك تصريحات بأن الحوار الوطني لم يعد ملزما وعلي عبدالله صالح حليفهم يقول أن كل هذه ما بعد الحرب الأخيرة أنها توافقات لم تعد قائمة بينما القرار الدولي الذي أرسلوا رسالة يؤكدون على التزامهم به هو ينص على المبادرة الخليجية وعلى آليتها التنفيذية وينص أيضا على القرارات الدولية السابقة كما ينص على مخرجات الحوار الوطني إذن كيف ننفي وننسف مخرجات الحوار الوطني الذي نصت عليه القرارات الدولية في وقت نرحب فيه بالقرارات الدولية كما يقول الحوثيون دعنا نرى التغير الذي حدث ونستعرض هنا جانبا من الأسباب التي دفعت الأطراف المتصارعة في اليمن إلى تغيير مواقفها وتقديم تنازلات بحسب بعض المحللين والسياسيين وهي تقد تعذر السير إلى ملا نهاية في الخيارات العسكرية بعد تسعة أشهر من حرب لم تؤدي إلى نصر ساحق أو هزيمة كاملة لأي طرف الخشية دوليا وأقليميا من أن يؤدي الانشغال بالحرب إلى اتساع نطاق سيطرة القاعدة وتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية على مساحات شاسعة في جنوب اليمن الكلفة الضخمة للحرب على الصعيد الإنساني إذ بلغت معاناة اليمنيين بسببها مستوى يفوق قدرتهم على التحمل المزيد منها جنسية أو خشية المجتمع الدولي من أن تؤدي الأوضاع المتفجرة في كل من سوريا والعراق والليبيا إلى اشتعال المنطقة برمتها بحروب وأزمات يستحيل كبح جماحها والسيطرة عليها سيدة ميساء المزق اليمني أين يكمن؟ هل يكمن اليوم بعدم توحد الفريق السياسي ربما على جبهة هادي ورئيس وزرائه؟ أم يكمن في أن الحوثيون بالفعل ليس لديهم الرغبة الحقيقية أكثر من شراء الوقت في جلوس في مفاوضات في جينيف الثنين لإعطاء نفسهم الأضواء والشهرة ربما وإعادة نفسهم إلى المجتمع الدولي وهذا ربما يسهل أو يلتقطون أنفسهم في العودة مرة أخرى لما بدأوا هو بالتأكيد أن إعدام الرؤية السياسية السياسية لدى الطرف هادي وإنقسام هذا الطرف وتشرذما وعدم وجود أي رؤية سياسية واضحة لديهم هي مشكلة هذا من ناحية هادي من ناحية الحوثي هم بالطبع كمان منقسمين ما بين صالح والحوثي يعني حتى الآن ما التفقشون أنهم يشكلوا حكومة لكن هم كمان بيلعبوا لعبة خطيرة هي في جر الاستكتابات الإقليمية والدولية أكثر لليمن بمعنى هم بيحاولوا يستثمروا ما هو حاصل في سوريا والعراق في منحش الدولي ضد داعش وجمع ناحية اليمن وهذا خطير جدا هو طبعا هي مغامرة كبيرة بيلعبوها فهذا نقطة بيلعبوها لصالحهم خصوصا أنه فيه تغير في المزاج الدولي تجاه الوضع في اليمن بعد تفجيرات باريس وهذا تغير في المزاج الدولي ربما وصل إيقاعه إلى الأطراف المتصار نتحدث هنا عن عبد الربو منصور هادي والحوثيين بأنهم قد قدموا تنازلات ربما منها عدم الإصرار على انسحاب الحوثيين من المدن في صنعاء هذا يقال بأن هادي قد وافق عليه ولا نعلم أنت كمراقبة ماذا تقولين لنا في ذلك لأن السيد التوفيق لا يريد أن يقر هناك تنازلات ولا أعتقد السيد جموح سيقر كذلك بأن تنازلات قد قدمت من طرف هادي إذا لم تقدم تنازلات من كل الطرفين بتحديدا من الطرف الحوثي لأنه قرار الأمم المتحدة 22-16 يطالب الحوثي بأشياء كثيرة جدا يطالب الحوثي بتنازلات أكثر من الطرف الثاني على رأسها الانسحاب من الموضوع المتسليم الأسلحة الثقيلة إذا لم تقدم الحوثي تنازلات ولم نصل للتسوية أعتقد اليمن مرشحة لتكرار سيناريو الضفة غزة غزة ستكون في الشمال والضفة في الجنوب والحوثي عنده استعداد للتعايش في عزلة عن العالم إلى ما لا نهاية هذا أمر ما يهماش سيد توفيقي قرار ربما الانفصال أو انقسام هو قرار قد اتخذوا الحوثيون من زمان يعني مسألة تطبيقه الآن قد لا يضرهم في شيء مصلحة في عدن لا تهمهم أكثر من مصلحة من يكون لديهم صنعاء وصعدة والمدن التي لديهم القاعدة الشعبية أو القاعدة السياسية هذا الكلام ليس صحيح طبعا نحن تحركنا منذ بداية التخطيط والتآمر على البلد واستجلاب الغزو والعدوان على الشعب اليمني كان وقدمنا خيرة شبابنا وخيرة رجالنا لتأمين عدن من الخطر الذي الآن يحدق بها والذي يتواجد داخلها من عناصر تنظيم القاعدة ومن داعش وغيره نحن إذا لم يكن لدينا توجه وطني ومشروع جامع لم نكن إذا لنذهب إلى عدن ولاحج وأيضا المحافظات الجمهورية بشكل متكامل لدينا مشروع أعلن عبر إعلان بسطوري ما هو المشروع السياسي والاقتصادي الحوثي لليمن؟ أنا أتحدث غير ما نشهده اليوم من تمزق البلاد إلى عرب متصارعة أو قبائل متصارعة فيما بينها بالإضافة إلى وجود طبعا قوات عسكرية برية خارج يعني عفوا جوية نتحدث هنا عن التحالف العربي وغيره أنا أتحدث عندما هرب هادي من داخل اليمن وبقي له أسبوع فقط على انتهاء فترته التي منح لها من قبل القوى السياسية اليمنية هذه الفترة هو أراد من أجل من خلالها أن يمارس العدوان والبلد في ظل الفراغ وتحمل تبعات الجرائم التي ارتكبت على الشعب اليمني للمجهول هذا هكذا كان يخطط من قبل استخدامه كدومية من أجل استباحة الدمالية يعني نعود العودة كثيرا للماضي يعني ربما نبحث في أطر المستقبل عندما أعلن اسمحي لي نعم نحن نعم قدمنا إعلان دستوري قدمنا إعلان دستوري كحل وبقينا أيضا ننتظر حتى بعد هذا الإعلان الدستوري لو لم يكن لدينا أفاق ومساعد شيء يعني واضح أن الآن كل برمته وقف ضده يعني دعنا من هذا سيد توفيق أريد أن أنقل الحوار هنا إلى السيد جميح وسأعود لك طبعا بعد ذلك سيد جميح يعني هل ترى الآن يعني هناك تهيئة أو أن بالفعل يعني الحرب قد أتعبت الطرفين وبالتالي يجب عليه ماء الجلوس أم أن هناك الإرادة الدولية والمجتمع الدولي يرى بأن اليمن مصيره سيصبح كمصير ليبيا أو سوريا أو حتى العراق وبالتالي يجب أن تحتوى هذه البقعة من الأرض في الوقت الراهن على الأقل ولا شك أن الحرب منهكة يعني الحرب ليست سهلة وهي ليست سهلة على الداخل أكثر منها على الخارج أنت تتحدثين عن تحالف مجموعة الدول يعني مهما كانت الظروف الدولية والاقتصادية إلا أن ضررها على الداخل أكبر من ضررها على الخارج لكن دعيني أشير لبعض النقاط المهمة يعني يريد ضيفك الكريم من صنعاء أن يقول بأنهم ذهبوا إلى عدن تحت مشروع وطني وهذه نكتة من النكات التي يزوقها الحوثيون هم ذهبوا إلى عدن كميليشيا ولم يذهبوا كدولة الذي يذهب حاملا لمشروع وطني هي دولة هم ليسوا حتى حزب سياسي يعني حتى لم يسجلوا في هيئة الأحزاب كحزب سياسي مجموعة ميليشيا ذهبوا من أجل الصطو والسيطرة والغصب ولذلك وقف الناس ضدهم في المناطق التي دخلوا إليها لسبب بسيط لأنهم ذهبوا بإطار طائحي فاقع ولأنهم أصلا ذهبوا بإطار ميليشاوي ليسوا دولة هذه نقطة نقطة أخرى أن هذه هرب منهم من أجل أن يخطط للعدوان واستغل الفرصة الأخيرة من أجل وهذا كلام لا ينبغي أن يقال لأن الناس يفكرون ويعقلون هذه هرب من اليمن بعد أن وصلوا هم ولحقوه إلى عدن بعد أن هرب من صنعاء واستخدموا ضده الطائرات الحربية وقصفوا قصره في صنعاء ثم بعد ذلك اضطر أن يخرج لأنه لم يكن لديه مناص من الخروج إذن المسألة في تصوري أننا نتعامى عن كثير من الحقائق عندما نعمى عن أن مشكلة المشاكل في اليمن وأم المصائف في اليمن في تصوريه الإنقلاب الذي يسميه ضيفك الكريم من صنعاء بأنه إعلان السوري لكن أيضا محاولة قمع أو إيقاف هذا الإنقلاب الذي تسميه إنقلابا لم يتم حتى اليوم قدرة الحوثين على الاستمرار رغم الحصار العسكري الجوي ربما والبحري والبري والاقتصادي ومع ذلك هم قادرون على الإمساك بالأرض في مناطق كثيرة ويوم في تعيس هناك تقدم بحسب ما يعلن دعيني أقول لك أن اليوم في الجوف هناك تقدم كبير وهناك معسكر استراتيجي ضخم هو المقاومة على أبوابه لكن دعيني أقول أيضا أن بالقياس ما حقق القوات ما حقق قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم التحالف العربي في اليمن لا يقاس إطلاقا بما حقق خلال سنوات في أفغانستان هناك تحالف الدولي في أفغانستان من سنوات طويلة ومع ذلك طالبان لا تزال تعيش وتتنفس وتضرب وتفر وتكر وكذلك التحالف الدولي للحرب على داعش في سوريا ما يزال داعش يتنفس ويعيش ويكر ويكر وما إلى ذلك لكن بالنسبة بالنسبة لليمن اليوم أكثر الأراضي اليمنية خارج سيطرة الحوثيين وهذا خلافة لما كان في مارس الماضي ولكن توقفت العمليات العسكرية من الصف الماضي لم تتوقف العمليات العسكرية هناك نوع من المراوحة صحيح بين الكر والفر في محافظة تعز بينما اليوم تقدم في جبهة الجو العمليات العسكرية أنا لست خبير من عسكرين لكن يبدو أنها مرتبطة بتخطيط عسكري سواء في الجيش الوطني أو في قوات التحالف وما إلى ذلك لكن بعيدا عن كل هذا الكر والفر في اليمن من هو الذي يخسر؟ في تصوري أن الذي يخسر هو المواطن اليمني هو الشعب اليمني والذي خسره بهذا الشكل هم الحوثيون الذين يرفضون حتى هذه اللحظة ليس الإنصيع لهذه ولا لقرارات هذه ولا للجامع العربية وإنما لقرارات الأمم المتحدة التي يرفضونها حتى هذه اللحظة وإن قبلوها كتابيا أو لفظيا سيدة ميساء بالنسبة لأصراع المكتوب ربما المكتوم بين الرئيس عبد الربو منصور هادي ونائبه هذا كيف ربما سيذهب بهذه الكتلة موحدة في المفاوضات القادمة وإذا كانت هناك أراضي سيمسكون بها أو سيعودون صنع علىها كيف يمكنهم أن يقدموا مشروعا سياسيا بأنهم قادرين بالفعل على الخروج أمام المجتمع الدولي وقادرين على إدارة البلاد في المرحلة المقبلة بالتأكيد الإنقسام داخل الحكومة اليمنية التي هي الشرعية المعترفة بشرعيتها الدوليا يضعف أولا من شرعيتها الداخلية ويضعف من كفاءتها وأداءها في المناطق المسيطرين عليها فهذه مشكلة كبيرة جدا لابد من حلها لابد أن دول التحالف ولابد من أن هذا المعسكر يتنبه لهذه النقطة لكن هنا المشكلة في شيء كمان أن الحوثيين أيضا واضح أنهم لا يمتلكون نية سياسية لحل هذه الأزمة هم عندهم قدرة على التعايش مع الحرب لفترة طويلة قدرهم عندهم عارفين أن السعودية في ضغط دولي عليها الوقفة للحرب فبالتالي هم معاولين على فكرة لا سلم ولا حرب معنى ممكن جدا أنهم ينفردوا بالشمال في حالة عزلة خاصة وأن المفاوضات متعلقة بقرار وقف إطلاق النار هل والكرة الآن في ملعب الحوثيين كما يقال كونهم الطرف الممسك ربما بالأراضي في صنعاء وبالتالي عليهم وقف إطلاق النار من جانبهم هل ترى ذلك ممكن الكلام لي نعم سيتوفيق طبعا أولا لابد هناك كذب يطرح ربما وبالأصح يكرر دائما الجوف وأيضا الجيش الوطني هل الجيش الوطني الذي يتواقت داخل الآن هو المرتزقة هل الذين أتوا من السودان إذا كان هناك جيش وطني لماذا يستقدمون ويستجلبون البريطانيين وبلاكوتر هل هو الجيش الوطني بلاكوتر هل هم أرزاق المرتزقة هؤلاء هم الجيش الوطني الذي يتحدث عنهم جميح أيضا نقطة أخرى ومهمة إذا كنا نحن المتسببون في مسألات ما يحدث الآن أو في أن هناك ضرر ونحن أيضا نتواقد وننتشر على مناطق معينة أنصار الله قوة شعبية هذا جانب بالجانب الآخر عندما أعدنا تموضوعنا من داخل عدن ومن داخل لحجة عندي سؤال واضح وأعتقد المجتمع الدولي وأنتم وجميح ومن يحاول أن يتزلف ما الذي يحدث الآن داخل عدن وما الذي يحدث الآن داخل لحجة بعد أن انسحب القيش واللقانة الشعبية فيها داعش وانفقارات وقتل وأيضا اغتيالات وانفلات رغم تواقد هادي ورغم تواقد المرتزقة ورغم ما هو المشروع الذي سيعول عليه اليمنيين تجاه هؤلاء إذا كنا نحن نستطيع ونحن فقط كما يحاول أن ينصف بينهم لحجة هذه ثورة شعب وقوة شعبية لا يمكن أن تكسر لا بهذه الهرتقات ولا أيضا بمشروع داعش نحن واجهنا داعش واجهنا القاعدة المتلاقية مع هادي اسمحيلي يجب أن توزع الوقت بشكل مواضح اسمحيلي يجب أن توزع الوقت بشكل متساوي عندما نتحدث عن أن هناك أفق سياسي هل فعلا كان هناك نوايا حسنة من هؤلاء عندما ذبح الأسرى في وقت الأمم المتحدة تتحدث عن إبداء حسن النية ومسألة تبادل الأسرى يذبح الأسرى في المديرية التي يتواقد فيها هادي وفي اليوم الثاني لتواقد المبعوث الأممي من داخل عدن هذا الأمر يؤكد أن هناك استخفاف بالوساطة وأن هناك عدم جدية من قبلها ولا رغم أننا حارصون على كل دم يمني لا بد أن نتغافل بأن هناك لو لا تقدم الجيش واللقانة الشعبية داخل جيزان وعسير ونقران والمشاهد التي يسطرها أبطال الجيش واللقانة الشعبية معذرة يعني أستاذ تفقيق لأسنا من برن لتحدث بوعي سياسي شكرا لك أستاذ تفقيق معذرة يعني ولكننا نذهب إلى فاصل معذرة هذه الكلمات نتحفظ عليها ولكن أشكرك أيضا على مشاركتك معنا مشاهدي نذهب بكم إلى فاصل قصير نوصل بعد حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة أراكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة نقطة حوالي سلسلة جديدة من برنامج تعليم الإنجليزية يقدم فيها الأخوان مغامرات وجوالات طريفة نشاهدها بالإنجليزية لنتقنها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حديث الساعة والتي نتناول في التطورات الشأن اليمني ولكن قبل أن نستمر في هذا الحوال نستعرض مع التساؤلات بعض المواطنين اليمنيين إزاء الأزمة وتطوراتها العالم ينظرون إلينا ينظرون إلى الأطفال والنساء وبنية التحتية تهدمت التعليم تهدم الأطفال لم يخذوا حقوقهم عشنا أيام لا يعرفها إلى الله سبحانه وتعالى متى سيصحو ضمير المسؤولين والزعماء الذين لهم شأن في التدخل اليمني إلى مثل الأزمة هذه وهل في نوايا صادقة للخروج في اليمن من الأزمة التي تمر فيها لماذا لا يتم التنازل عن جميع الأطراف وما هي الحلول التي ممكن أن يطرحها مختلف الأطراف هل مؤتمر جنيف سوف يستطيع إيقاف الحرب هل سيكون هناك نوايا أو مصداقية بوقف إطلاق النار على أرض الواقع هل جنيف 2 سيكون هناك جنيف 1 أم أنه سيخرج بحل مريح للشعب اليمني بأكمله هل الميليشيات المسلحة اليمنية ستسحب مسلحيها من المدن لكي ينجح مؤتمر جنيف 2 ماذا بعد مؤتمر جنيف 2 وقرار وقف إطلاق النار إذن مشاهدين قبل أن نستكمل هذا الحوار نريد أن نشكر ضيفتنا التي ودعتنا طبعا السيدة ميساء شجاع الدين الكاتب والباحثة اليمنية كانت معنا من القاهرة ونرحب بضيفنا من نيويورك بالدكتور عبد الحميد صيام المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة والصحفية المتخصص في شؤون المنظمة الدولية كذلك معنا سيكون من صنع عبد الملك الفهادي رئيس تحرير المؤتمر أهلا بضيفنا إذا كانوا جاهزين سنبدأ معهما ولكن ليس واضحا حتى الآن إذا كان ضيفنا ولكن يبدو من صنع معنا سيد عبد الملك الفهادي مرحبا بك سيد عبد الملك يعني كنا نتحدث في حلقتنا لهذا اليوم عن إذا ما كانت هناك تغيرات في الموقف في مواقف الأطراف المتصارعة في اليمن في ذهابها للجنف الثنين تتحدث الأمم المتحدة على لسان مبعوثها بلهجة فيها نوع من التفاؤل وهناك أيضا حديث بأن الأطراف قد وصلت أو نضجت المواقف حتى يمكن أن يكون أساس لحوار وجه لوجه بين الطرفين أولا مساء الخير عليك ومساء الخير على ضيفك الكريم الدكتور محمد والأستاذ عبد الحميد وكل مشاهدي قناة بي بي سينج في الحقيقة نعم التطورات التي حصلت خلال الفترة الأخيرة ونكون واضحين الصمود الشعبي الأستورين للشعب اليمني وأيضا للجيش الوطني للقوات المسلحة اليمنية ومن خلفها اللقانة الشعبية والقوة الوطنية هو أنا أعتقد السبب الرئيسي وفشل السعودية في تحقيق أي انتصار عسكري خلال تسعة أشهر رغم الإمكانيات المهولة والفارق الكبير الذي تملكه السعودية مقارنة باليمن كدولة فقيرة إلا أن هذا الصمود هو السبب الرئيسي في أن ترضغت سعودية أولا ومن خلفها دولة التحالف إضافة إلى ذلك هناك مؤشرات كبيرة على أن داعش والقاعدة باتت تسيطر على معظم المحافظات القنوبية التي يدعى بأنها تحررت من قوات صالح والحوثين وشاهدنا خلال الأيام الماضية مشاهد الإعدام من قبل داعش للأسرة إضافة إلى اغتيال محافظة عدن المعين من قبل هادن ولا يكاد يمر يوم منذ أكثر من أربعة أشهر إلا وعدا تشهد عملية اغتيال من قبل داعش والقاعدة إضافة إلى أن علامها ترفع في الكثير من المحافظات الجنوبية أنا أعتقد أن المجتمع الدولي بات يتخوف كثيرا من أن تتحول المحافظات الجنوبية التي يدعي هادي أنه يسيطر عليها إلى أنبيئة خصبة لظهور تنظيم داعش على غرار ما هو حاصل في سوريا بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الهام لليمن هذا يؤثر كثيرا إضافة إلى الجانب الإنساني الذي تؤكد تقارير الأمم المتحدة بأن أكثر من 20 مليون يمني باتوا معرضون للقوع لم يعدوا يتحملون الحصار والعدوان المستمر من قبل السعودية أكثر من 19 كل هذه العوامل تظافرت إضافة إلى ذلك حرص المؤتمر الشعبي على أمل أن يصلح هذا الخلل الفني البسيط الذي حدث من صنعاء سيد عبد الحميد صيام موجود معنا الآن سيد عبد الحميد كنت تستمع على ضيفي من صنعاء يقول بأن هناك رؤية المجتمع الدولي لأسراع الدائر في اليمن بأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع الراهن على إلما عليه فبالتالي هل هناك مؤشرات بأن يكون جنيف 2 ليس تكرارا لجنيف 1 وأن يحدث اختراق حقيقي في المفاوضات؟ يعني هذا ما نأمله وتصريحات السيد ولد الشيخ أحمد تدل على أنه متفائل حقيقة لأن هناك تطورات فكما قال الزميل من صنعاء أن الحملة العسكرية السعودية والحلفاء لم يحققوا شيء كذلك الحوثيون أيضا توقفوا وهذا التمدد الذي بدأ بطريقة سريعة جدا من 21 سبتمبر 2014 وصولا إلى عدن أيضا توقف فكلا الطرفين لم يستطع أن يحسم المعركة عسكريا تماما توصل الطرفين إلى أن الحسم العسكري غير موجود النقطة الثانية وهو المأساة الإنسانية نعم 80% من الشعب اليمني الآن باتوا تحت خط الفقر ومهددون حقيقة بمجاعة شاملة وخاصة أن كان هناك فيضانات والطبيعة أيضا تساعد في هذه المأساة النقطة الأخرى أن سيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد استعملت دبلوماسية الهادئة بعيدا عن الإعلام وتوصل الطرفين إلى نقطة أكيدة ستبدأ يوم الخامس عشر وهي وقف إطلاق النار وهناك رسالة بعثها السيد هادي عبد ربو منصور هادي إلى الأمين العام يؤكد فيها أنه سيبدأ هذه الجولة من المفاوضات بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع على أن يحترم الطرف الآخر هذا القرار وأن يتم تمديد وقف إطلاق النار من أسبوع إلى آخر لإعطاء الفرصة الكاملة للتوصل إلى مجموعة النقاط المتفق عليها وهي قضية وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لكن هل سيكون قرار مجلس الأمن 2022-16 يكون مرجعية هذا التفاوض؟ هذا هو المتفق عليه تماما وهو منصوص عليه في الرسالة التي بعثها الأمين العام للسيد عبد ربو منصور هادي ينص فيها على أن نقطة الانطلاق هي القرار 2116 وهو قضية الانسحاب ووقف إطلاق النار والانسحاب وإيصال المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في اليمن هذه نقطة البداية وإلا لا يمكن أن يتم بدء المؤتمر على أساس المرة الماضية أن نصل إلى جينيب دون جدوى الأعمال محدد وبالتالي ينفض الاجتماع دون أي نتاج هناك الآن فعلا تفاؤل بأن يكون هناك وقف إطلاق النار منذ البداية ينتقل الطرفان للحديث عن موضوع الانسحابات وموضوع الإيصال المساعدات الإنسانية وهناك تأكدات إذا كانت هذه المفاوضات بالفعل كما سمعنا ستكون وجها لوجه بين الطرفين المتصارعين وليس عن طريق حجابة أو عن طريق الغرف الأخرى نعم هناك كما فهمنا أنها ستكون وجها لوجه تماما هذا ما صرح به السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد طيب سيد جميح هل الآن بالفعل قد تعبت الأطراف المتصارعة ربما حوثيون اعتمدوا على النفس الطويل يقولون ربما لديهم الخبرة في الإمساك في الأرض والتعامل مع الصراعات الطويلة المدى وهذا ما خبروه طبعا منذ زمن صالح وحتى اليوم بينما ربما معسكر هادي يعتمد كثيرا على التحالف العربي والتحالف العربي قد لا يستمر أو قد لا يستطيع الاستمرار في الهجمات الجوية والتي لا يوجد هناك قوة فعالية تستطيع الإمساك بالأرض خاصة في المدن المهمة نتحدث هناك عن صنعاء وتعز وأيضا صعدة يعني هذا طبعا ربما حلم عسكري صعب المنال حتى الآن طبعا عندما نسمع لمثل الخطابات الحوثية التي سمعناها الآن يصعب على المرء أن يتفائل في جينيف عندما يتكلم المرء منهم عن تقدم عسكري داخل نجران وجيزان وعسير يعني في سذاقة واضحة عندما يتحدثون عن هزيمة للسعودية وكأن الحرب حرب السعودية صحيحة السعودية هي قائلة هذه الحرب لكن هناك دول وراءها وهناك أيضا شبكة كبيرة من المصالح وراء هذه الحرب يفترض على الحوثيين أن يعرفوا ذلك وأن لا يعولوا على رهان انفضاض التحالف العربي وأن لا يعولوا كما قال نجل ويقولهم لا يعولون على ذلك واضح بأن جلوسهم وذهبوا من الفاوضات وذهبوا إلى مصقط في مرحلتين والتنازلهم ربما عما يقال تنازلهم على النقاط السبع يوضح أنهم يلعبون سياسة يعني لا يلعبون عسكرة الآن هم يلعبون سياسة وعسكرة لكن أيضا يعولون الآن تحديدا على دخول الروس وقد وجه نجل شقيق صالح يحام محمد عبدالله صالح دعوة واضحة لروسيا إلى تدخل عسكري على غرار تدخلها في سوريا في اليمن أنا في تصوري أن الإنكار حقائق أن أكثر أن قرابة ثلثي الأراضي اليمنية خارج سيطرة الحوثيين هذا نوع من العماء نقطة مهمة قلت بأنهم يعاولون على دخول الروس في المنطقة عاد معنا سيد عبدالملك الفهدي سيد عبدالملك الفهدي هل فعلا الحوثيون اليوم وحليفهم صالح إذا لم يكن حليفا سياسيا فهو العقل كما نعلم هو حليف عسكري يعاولون على دخول الروس في المنطقة بأن يعطيهم موقعا تفاوضيا أفضل من السابق أنا أستقر بالنوع الدكتور محمد قميح ما زال يدندن في نفس الكلام الذي يكرره منذ تسعة أشهر ولم يستعب الحقائق والمتغيرات الموجودة على الأرض المؤتمر الشعبي العام أعتقد أن تصريحاته وموقفه واضح من التدخل الخارجي في اليمن ورفضه للعدوان السعودي واضح وبالتالي هو يرفض أي تدخل خارجي لكننا كنا واضحين فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب من أننا انضمينا منذ العام 2001 إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب ولا شك أن مواجهة الإرهاب تطلب تضافرا دوليا لكننا لا نريد أن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلة ولا نريد روسيا ولا غير روسيا بأن تدخل في شؤون اليمن ودعيني هنا أوضح نقطة مهمة حينما يتحدثون عن القرار 2012-2016 هذا القرار ينصف بديباقته وفي حد نصوصه على وحدة وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية ووحدة وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية تعني بالتأكيد عدم موجود احتلال أو غزاء من خارج اليمن لهذه الأرض وبالتالي الحديث عن تسليم الأسلحة والإنسحاب والشروط المسبقة هي تأكيد على موجود الأمن يعني موجود في قرار مجلس الأمن الذي سيكون هو مرجعية التفاوض يعني السيد صيام أكد لنا بأن القرار 2012-2016 ومنه يعني الانسحاب من المدن التي دخلها تحالف الحوثيين صالح بالإضافة إلى أن يحصر السلاح بيت الدولة نعم نحن 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 رحبنا منذ البداية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2012-2016 لكن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2016 لا ليس على طرف فاحد وإنما على كل الأطراف وبالتالي الطرف الآن الذي يعتدي على اليمن وهي السعودية ودول التحالف ومعهم هادي وجماعته وكل المرتزقة على آخرين يجب عليهم أيضا أن ينفذوا قرار مجلس الأمن هل يمكن أن يعقل أن يظل قنود محتلين لليمن لأراضي يمنية في عدن وفي ماريب وفي غيريح هل بالنسبة للحوثيين وصالح يمكن لهم أن يتركوا المدن التي يمسكونها الآن ويسحبوا قواتهم ونقاط التفتيش والسيطرة على المراكز الحساسة مراكز الدولة هل سيتركونها يعني؟ هذا الكلام يتم التوافق على آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن في جنيف برعاية أممية وبناء على هذا التوافق سيتم تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه لكن أن يطالب من الآن بجروط مسبقة على طرف وأن يستمر العدوان وأن يستمر الحصار فأنا أعتقد أن هذا مؤشر غير إيجابي لكن في كل الأحوان نحن في المؤتمر الشعبي العام قلنا ولا نزال نكرر بأننا حريصون على الحوار وحريصون على إنقاح مشاورات جنيف سيد صيام هل هناك اليوم على إنقاح مشاورات جنيف بما أن هذا الصراع في مكمونه ربما هو داخلي ولكن أيضا هناك معاونات مساعدات مرجعيات سياسية خارجية هل هناك إرادة أو رغبة إذا ما شئت إيرانية سعودية بالتوصل إلى توافق اليوم بين الأطراف اليمنية من الحوثيين من جهة وبين عبد الربو مصور هادي ومن يساعدونه أيضا لا أعرف هل السؤال موجه لي نعم استصيام السؤال لك عفوا نعم أعتقد أن هناك رغبة دولية وليس فقط إيرانية سعودية الأزمة في المنطقة العربية الآن بدأت تنتقل من حدودها الإقليمية إلى حدود دولية لذلك من مصلحة جميع الأطراف أن تهدئ الأزمة وهناك نية حقيقية من جميع الأطراف أن يكون الحل بداية في اليمن وهناك كذلك اجتماع في الثامن عشر من هذا الشهر حول سوريا يعني الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا وفي الولايات المتحدة وفي تومبوكتو وفي سيناء هي مؤشر إلى أن هذا الخطر الداهم خطر الإرهاب بدأ ينتقل من كونه خطرا إقليميا إلى خطر دولي لذلك هناك حقيقة ضرورة لتبريد الأزمات الوضع في اليمن قد يكون أسهل يعني هناك طرفان واضحان اتفق على أن يلتقي في جينيب برعاية الأمم المتحدة وهناك جدوى الأعمال تقريبا محدد وهو البدء بوقف اطلاق النار تبادل الأسرة وإطلاق كافة المعتقلين ثم الانسحاب من المدن والانتقال إلى النقاط الأخرى للوصول إلى المرحلة النهاية أنا أتفق مع الزميل الذي قال يجب أن يكون هناك انسحاب من كافة الأطراف لا يمكن أن يكون هناك طرف يستخدم السلاح أو الطيران ويلحق الأذى بالمدنيين سواء من الجو أو من الأرض لذلك على الطرفين أن يلتزم بكافة بنود وقف اطلاق النار هل هناك إمكاني سواء جماحي التزام الأطراف بوقف اطلاق النار إذا كان طرف التحالف العربي أو طرف الحوثيين صالح وقف اطلاق النار من مصلحة الجميع أن يلتزموا فيه من أجل المضي قدما في المفاوضات لكن هناك بعض النقاط التي يفترض أن توضح هنا يعني مسألة السيادة التي يتكلم عنها الأخ عبد الملك ألف وهيدي أين كانت السيادة عندما طلب الرئيس الإبناء علي عبدالله الصالح السعودين بتدخل في 2009 لضرب الحوثيين ودخل الطيران السعودي ودخل الجيش السعودي ودخلوا في معارك في الحرب السادسة هل الآن السيادة تختلف مفهومها يختلف مفهومها عن السيادة في 2009 أم لأن الأظروف تغيرت السعوديون اليوم غير مرحبا بهم بينما بالأمس رحبنا بهم هذه نقطة نقطة الأخرى من جاء بكل هذه المشاكل من جاء بكل بما يسمي الأخ عبد الملك قوات احتلال مع أنه في الشرعة الدولية لا يسمون قوات احتلال هم سأتوا لمهمه وسيعودون هم أتوا برسالة من رئيس اعترها به المؤتمر الشعبي أو اعترها به الحوثين أمن ما يعترف به لكن هو رئيس معترهم به عالميا وهذه الرسالة هي التي جاء وفقا لها التحالف العربي وبالتالي لا يسمى في العرف الدولي احتلالا بناء على هذه الرسالة بالنسبة للقرار الدولي 22-16 واضح القرار الدولي عندما نقول على جميع الأطراف التعاطي معه والتزام به صح لكن معظم بنود القرار الدولي تسمي الحوثيين بالإسم بالانسحاب البدن بتسليم السلاح موجه للحوثيين وبالتالي ماذا لدى الأطراف الأخرى الرئيس هادي لم يكن لديه جيش حتى يسلب أسلحة هذا الجيش لأحد الرئيس هادي كان رئيسا على دولة لم يستلم منها شيء يعني وانا هنا لا أدافع عنه لديه كثير من المثال التي يمكن أن نتحدث عنها إلى الغد لكن هذا هو الواقع على الحوثيين أن يدركوا بأن الزمن في غير صالحهم وأن الزمن يمضي سريعا وأن البلاد تتفكت وأن اليمن التي نريدها يمنا واحدة هي الآن هم أسهموا بذهابهم إلى عدن بعد أن كنا في الحوار الوطني خرجنا بنوع من التوافق على يمن في درالي اتحادي لكنهم انقلبوا على هذه التوافقات وذهبوا ليوحدوا الجنوب بالقوة أو ليعودوا صيدرتهم عليه بالقوة خرج الجنوبيون الآن أو في أغلبهم خرجوا في ردة فعل معاكسة يريدون كثير منهم فك الارتباط لماذا؟ رد فعل لما فعلوا الحوثيون في عدن البريطانيون عندما خرجوا من عدن خرجوا عدن زهرة المدائن العربية وعندما خرجوا الحوثيون من عدن خرجوا وهي محروقة أرض محروقة هذا واحد سيد توفيق فيما يخص ما قاله سيد جميح وقال بأنه ما تحدثت فيه وتغنيت بأن السعودية يعني يعتبرتهم غزات أو التحالف العربي غزات بالأمس كان الرئيس صالح قد استعانى بهم لمحاربة نفس الحليف اليوم وهم الحوثيون أولا أنا أستغرب من أنه الدكتور محمد قميح لا يزال يسمي عبد الرب منصور هذا بأنه رئيس شرعي رغم أنه يعرف تماما بأن هذه انتهت شرعيته في 21 فبراير 2014 وأنه كان أحد أعظام مؤتمر الحوار الذين مددوا لهم تمديد فقط لمدة سنة وانتهت هذه السنة وبالتالي عبد الرب منصور هادي لم يعد يمتلك أي شرعية إضافة إلى ذلك أنه رغم العدوان السعودي ودول التحالف أكثر من عشر دول لم تستطع أن تعيد هادي رئيسا شرعيا فهو لا يزال يحرص بقنود من الإمارات وليس حتى بقنود يمنيين وبالتالي الحديث عن شرعية هادي هذا أمر مبهك وكثير تكلم عن سيادة القمورية اليمنية وفقا لقرارات مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أنه لا يحق لأي دولة أن تعتدي على سيادة دولة أخرى هل تتسمح بريطانيا أو فرنسا بأن تعتدي عليها دولة أخرى ألن يسمى ذلك غزوا واحتلالا إذا لم يكن كذلك فهذا أمر آخر لكن محمد قميح يحاول أن يغالط عبد الملك عبد الملك وليس التوفيق مسألة ما يقال اليوم بأنه لا يمكن للرئيس عبد الربو منصور هادي أن يحكم اليمن ولا لمن يمثلون أو يبجلون لصالح أن يحكم اليمن وبالتالي هناك كما انشرته صحيفة عكاب وتقول بأنه الرئيس عبد الربو منصور هادي السابق طبعا يعني طلب بأن يكون هناك مخرج آمن له على شرط أيضا أن يذهب عبد الربو منصور هادي ولا يمثل في السلطة المقبلة أو الحكومة الانتقالية وكذلك عبد الملك الحوثي ما حقيقة هذا الكلام موضوع أن هادي لن يحكم اليمن هذا أمر مفروق منه لا أعتقد أن أحدا سيقبل به بعد تسعة أشهر من العدوان والقصف والزمار الذي حل باليمنيين صالح لم يعود يريد السلطة صالح ذهب هل يبحث اليوم عن مخرج آمن خارج اليمن ويشترط ذهاب عبد الملك الكوتي أيضا لا 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 كلام 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 هذا كلام غير صحيح علي عبد الله صالح أولا علي عبد الله صالح لا يريد العودة إلى السلطة وهذا أمر مفروق منه يعني لا يريد العودة وبواجهة ولكنه عمليا يعني يمسك هو بالمصوص العسكرية ليس كذلك لا لا هذا كلام غير صحيح علي عبد الله صالح تركت السلطة في 2011 ولم يعد يريدها أما بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام وهو رئيسه فهذا أمر آخر أن يشارك المؤتمر الشعبي العام كعيد سياسي في السلطة هذا أمر آخر أما خروق علي عبد الله صالح من اليمن فهذا أمر من الأحلام التي يضعها خصومه السياسيون علي عبد الله صالح مواطن يمني سيظل يعيش في اليمن وهو قالها بالحرف الواحد سأعيش في اليمن وأموت في اليمن وأدفن في اليمن وبالتالي لا تستطيع علي قوة في العالم لا مجلس العام ولا نوم المتحدة ولا نعدوان السعودين أن يخرج علي عبد الله صالح من اليمن شكرا مؤقتا طبعا سيد صيام بما يخص الآن رؤية الأمم المتحدة إلى هذا الوضع هي تبحث عن بداية تجلس فيها الأطراف المتفاوضة والمتحاولة ثم تذهب إلى حكومة انتقالية على ما يبدو وقف اطلاق النار هذا صمد وما ذلك الحكومة الانتقال لمجد نظرة هل هي بالفعل عادة الشرعية إلى الرئيس عبد الربو بنصور هادي أم أنها ستأتي بحكومة جديدة قد لا تكون هناك نوع من الانتقامات أو الأحقاد وتكون مغيرة للضغاء وتبرد مما جرى في اليمن فعليا يعني الأمم المتحدة لن تفرض شيئا على اليمنيين الحوار سيكون يمنيا يمنيا وما توافق عليه اليمنيون بالإجماع وبمساعدة الدول الأخرى والدول الإقليمية والأمم المتحدة تذليل العقبات أثناء الحوار إلى أن يتفق اليمنيون بين أنفسهم اتفاقا شاملا على المرحلة الانتقالية وكيفية إدارتها فهذا شأن يمني لن تفرض الأمم المتحدة ولا تستطيع أصلا أن تفرض الأمم المتحدة على اليمنيين أي شيء الأمم المتحدة دورها أن تراقب وقف اطلاق النار وأن توصل المساعدات الإنسانية وتخلق الجو الإيجابي للأطراف اليمنية لأن يتحاوروا كثيرا طويلا أو قليلا إلى أن يتوصلوا إلى المرحلة الانتقالية التي يرضى بها الشعب اليمني المهم أن يضع اليمنيون مصلحة الشعب اليمني المسكين المعدب المقهور والذي عانى الكثير من تحت حكم النظام الشمولي منذ أكثر من 33 سنة يريد أن يخرج من هذا المأزق القاتل يريد أن يعيش حرا سيدا في بلده وهذا دور الأمم المتحدة أن تساعد للوصول إلى تلك المرحلة طيب سيد جمايح هناك من يقول بأن كل الأطراف المتصرعة في اليمن تريد العودة إلى الماضي بينما اليمنيون يبحثون عن شخص يبحث عن المستقبل بالنسبة للوقائع الآن هل تعب بالفعل الطرفان من الحرب وبالتالي تعالوا نجلس يا جماعة ونحل المشكلة خوية بيننا وانتهى الموضوع أم أن اليمن سينتهي مستقبله إلى أن يكون مقسما ولكن ربما على الخريطة لا يقسم ولكن فعليا قد تقسم وهذا ما نخشاه الذي نخشاه أن يصار إلى أن تمل الأمم المتحدة لأنها هناك منزانية ضخمة للمعوث الدولي وفريقه الفني الكبير ترصد أموال كبيرة من الأمم المتحدة من أجل الإنجاز المهمة في اليمن يخشى أنه إذا ما انتهت مفاوضات إلى الفشل فإنه ربما لا يعين مبعوث يريد اليمن وبالتالي يدخل يمنيون في مرحلة من التاريخ المنسي كمرحلة حروب أفغانستان وما إلى ذلك من الحروب التي لن تكون مهمة بالنسبة للعالم وسوف يظل يمنيون تقاتلون إلى ما لا نهاية ولا يلتفت إليهم أحد بفعل انشغال العالم بالعراق وانشغال العالم بسوريا وما إلى ذلك من الدول الأخرى ولذلك على جميع الأطراف تصوري أن يكفوا عن الطموحات البعيدة وأن يتنازلوا قليلا من أجل الوصول إلى حل وهل ترى هذا ممكن للأل هذا ما آمله وليس ما أعتقد أنا أعتقد بأنه في جينيف سيكون هناك نوع من التباحث الجاد لكن النوايا السياسية غير موجودة الإرادة السياسية غير موجودة إذا كانت القرارات الدولية واضحة إذا تسمي الانقلاب بعينه وتنص على شرعية الرئيس هذه والأطراف الأخرى في الداخل يقولون أنه ليس رئيسا شرعيا ولهم يقولونه في ذلك لكن نحن أمام مجتمع دولي ينص على أن هذا الرئيس مهما كان فيه ما فيه إلا أنه رئيس شرعي باعتراف الممتحدة وبالتالي لا يمكن أبدا أن يصار إلى حل سياسي ما لم نعترب بالحقائق على الأرض في الختام مشاهدين لا يسعنا ألا أن نشكر ضيوفنا الذين أثروا هذا الحوار من حلقة اليوم برنامج حديث الساعة لكم تحيات فريق البرنامج وتحياتي وأراكم في حديث ساعة آخر إلى اللقاء